جهود السلام في اليمن تراوح مكانها وسط إجماع دولي على تحميل الحثيين مسؤولية الجمود السياسي عبر السمرار التصعيد العسكري كان آخره الهجوم الدموي على مارب الذي رفع من منسوب القلق الدولي ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حث الحثيين على وقف طلاق النار فالقائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي عبرت عن صدمتها من استخدام الحوثي في هجومه على مارب صاروخا باليسيا لتدمير محطة وقود وطائرة مسيرة لاستهداف سيارة إسعاف وغردت قائلة هذا الصراع غير الإنساني يجب أن يتوقف فورا لتهيئة الطريق لإحلال السلام بريطانيا من جهتها وصفت الهجوم الحوثي بالمروع وغرد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون على تويتر مطالبا الحوثيين بمنع استمرار الخسائر المأساوية عبر وقف إطلاق النار والسماح للعمل الإنساني والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة في مباحثات السلام الحكومة المعترف بها دوليا دعت ميليشيا الحوثي إلى التقاط مبادرات السلام المتتالية وبحسب تصريح وزير الخارجية أحمد بن مبارك لوكالة الأنضول فإن على الحوثي عدم تفويت الفرصة والتعاطية الإيجابية مع المقترحات الدولية لإنهاء الحرب وفق المرجعيات الدولية الثلاث الدعوات الدولية والمحلية للحوثيين تزامنت مع زيارة يجريها وزير الخارجية اليمن إلى مسقط بالتوازي مع وصول أول وفد عماني إلى صنعاه منذ بدء الأزمة اليمنية وتات هذه التحركات العمانية وفق مراقبين بضو أخضر من واشنطن بعد فشل مبعوثها الخاص ليندر كينغ في إحراز أي تقدم لإقناع الحوثيين بوقف التصعيد ومع ذلك فإن الرد الحوثي لا يزال متصلبا هجوم على مأربة والسعودية في آن واحد ترجمة نانسي قنقر